بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضع مقتلحة في الرياضيات في الهندسة الفضائية لبكالوريا 2017 رقم 5 أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائح حيث قال الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس OEGK قال نعتبر النقط A ذات إحداثيات 1-4-5 وB-3-2-4 وC-5-4-3 وD-2-8-4 وعندنا الشعاع U مركبته 1-5-1 شعاع من ألفظة واحد قال بيّن أن X-2Z-11 يشوي السفر هي معادلة ديكارتية للمستوي A ب C ثانيا قال حد التمثيل الوسيطي للمستقيم T الذي يشمل النقطة D وU شعاع توجيه له ثالثا قال بيّن مستوي معادلته الديكارتية X-Y-Z يسوي لنا سبعة ألف قال بيّن أن المستويين A ب C و P يتقاطعني وفق مستقيم دالتا يطلب تعيين تمثيلا وسيطيا له با قال أثبت أن المستقيمين T و دالتا ليس من نفس المستوي رابعا قال E نقطة ذات إحداثيات ثلاثة و صفر و ناقص أربعة و F إحداثيها ناقص ثلاثة و ثلاثة و خمسة ألف قال تحقق من أن النقطتين E و F من المستقيمين دالتا و T على الترتيب يعني واحدة تنتمي E تنتمي إلى الدالتا وال F تنتمي إلى الت ثم عندنا كذلك قال بيّن أن المستقيم E F عمودي على كل من المستقيمين دالتا و T خمسا طو مجموعة النقط M من ألفظة بحيث M E سلمي F E يسوي لنا ألفا حيث ألفا عدد حقيقي ألف قال بأوجد بدلالة ألفا معادلة ديكارتية لطو ثم استنتج أن طو مستوين حيث عندنا F E لهو شعاع F شعاع ناظمي له باقي العين قيمة ألفا حتى يكون طو المستوي المحوري للقطعة F E إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفسر إذن ننطلق حيث قال قلنا ألفظة منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس O E G K ثلاث الأبعاد قال نعتبر النقط A ذات الحدثية 1 4-5 و B 3 2-4 و C 5 4-3 و D 2-8 4 و E مركباته شعاع 1 5-1 قال شعاع من ألفظة السؤال الأول قال بيّن أن X-2 Z-11 تساوي الصفر هي معادلة ديكارتية للمستوي A B Z لاحظوا جيدا أبنائي نقول أولا هنا البرهان أن المعادلة ما هي المعادلة هي X-2 Z-11 يساوي الصفر معادلة ماذا؟ معادلة المستوي A B C هنا هناك شروط أولا يجب أن تكون هذه النقاط ليست على استقامية لأن لو ممكن أن يقول أحدكم يا أستاذ يمكن أن نعوذ هنا فقط لكن إذا عوذنا يمكن المستوي في مجموعة من المستقامات فيمكن أن تكون على استقامية وهذا ما يجعلها لا تعين مستوي إذن الشرط الأول يجب أن تكون النقاط ليست على استقامية معناها نحسب المركبات شعاء A B اللي هي ما هي نكتب ثلاثة واثناني وناقص أربعة ناقص 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 إحداثيات الأ اللي هي واحد أربعة وناقص ناقص خمسة تصبح لنا زائد خمسة تصبح تساوي لنا كم اثناني وناقص اثنان وواحد ثم نأتي إلى مركبات الأسي كذلك نهاية ناقص البداية اللي هي خمسة وأربعة وناقص ثلاثة ناقص 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 إحداثيات الأل هي واحد وأربعة وخم ناقص خمسة تصبح لنا زائد خمسة لاحظوا تصبح تساوي ماذا تصبح تصبح لنا أربعة وصفر واثناني الآن نلاحظ أن ماذا لو نقوم بقسمة هذا على هذا كم أربعة على اثنانه إنها الاثنان الآن صفر على ناقص إثنان كم هو صفر هل يوجد لنا ثابت لا فنقول A B لا يساوي ك في A C أي ماذا أي النقط من هي A B و C تعين ماذا تعين مستويا الآن نأتي لنعوذ بإحداثيات هذه النقط في معادلة المستوي هذا الذي أعطيه لنا لاحظوا أولا قلنا أنها تعين مستوي نأتي بإحداثيات الآ الآ كم؟ ها هي الواحد الآ لا يوجد ونعوذ بالزائد وهي ناقص ناقص خمسة تصبح لنا زائد عشرة فتصبح لنا صفر يساوي صفر إذن A تحقق أولا A حققت نأتي الآن أبنائي إلى البي البي بنفس الطريقة هنا عندنا كم؟ الثلاثة والإقلاد أصلا لا يوجد والزاد اللي هو ناقص أربعة مع ناقص صبح لنا كم؟ صبح لنا زائد ثمانية 11 ناقص 11 صفر حققت ثم نأتي كذلك مرة أخرى لنعوذ بالخمسة بالسي وهي الخمسة وهنا كم؟ تصبح لنا صفر وهنا كم؟ ناقص ثلاثة مع الناقص هذه تصبح لنا كم؟ زائد 6 تصبح لنا صفر نقول ومنه المعادلة وهي X ناقص 2 زاد ناقص 11 يساوي صفر معادلة للمستوي اسمه A B C فقط يا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال اللي هو أثبتنا أن النقطة هذه هي تعين لنا هذا المستوي اللي هو المستوي ذو المعادلة X ناقص 2 زاد ناقص 11 يساوي صفر نأتي الآن بعدها أبنائي إلى السؤال الآخر قال حدد تمثيل وسيطي للمستقيم T الذي يشمل تمثيل وسيطي أكيد يشمل النقطة D وإشعاع توجيه له كما نعلم أبنائي أن المستقيم يعين بماذا يكفينا أن نعينه بنقطة وشعاع توجيه إذن النقطة التي أعطيت لنا هي D وعندنا نقطة هنا M تنتمي إلى هذا المستقيم فنقول شعاع D M يكون مرتبط خطيا مع الشعاع إذن نكتب هنا تمثيل وسيطي لمن للمستقيم T إذن نقول لتكن من لتكن M ذو الإحداثيات X Y وز نقطة من الفضاء حيث حيث ماذا أبنائي حيث D M هذا الشعاع D M يكون يساوي T في E يعني مرتبط خطيا معنا تصبح لنا X ناقص و Y ناقص و Z ناقص إحداثيات D تصبح لنا زائد 2 ناقص 8 ناقص 4 هكذا تساوي T حيث T دائما T عدد حقيقي أو وسيط حقيقي في مركبات E لها 1 و 5 و ناقص 1 فماذا ينتج لنا التمثيل الوسيط يصبح لنا هكذا إذا سمينا هذا T فيصبح لنا X يساوي ماذا يساوي T ناقص 2 و Y يصبح يساوي 5 T زائد 8 معنى أنا أنقل هذه القيم إلى هنا وأنقل هذه إلى هنا و Z يصبح يساوي ناقص T زائد 4 مع T كما قلنا عدد حقيقي فقط يا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائنا تطرق الآن إلى السؤال الآخر قال P مستوي معادلته الدكار T X Y Z يساوي لنا 7 قال بيّن أن المستويين A B C والمستوي P يتقاطع عن يوفق مستقيم دلطا يطلب تعيين تمثيلا وسيطيا له إذن نكتب هنا البرهان أن A B C كمستوي تقاطع المستوي P يعطي لنا المستقيم دلطا أولا حتى يكون المستويين في الفضائم إما ماذا إما أنهما متوازيان معنى عندنا هذا المستوي وعندنا مستوي آخر ها هو إما هما متوازيان أو إما أنهما كيف ذلك أو إنهما متقاطعان هذه وضعية مستويين أما التعامدية فهي حالة استثنائية من التقاطع متقاطعان وفق ماذا متقاطعان وفق مستقيم إذن فكي نثبت على أنهم متقاطعان علينا أن نلاحظ أن الشعاع الناظم للأول والشعاع الناظم للثاني الذي يشك معه زوية قائمة يجب أن يكون غير مرتبطان خطيا إذا وجدناهم مرتبطان خطيا إذا الشعاعان مرتبطان خطيا فإن المستويان متوازي إذن نقول حتى يكون ماذا يكون A B C يقطع ماذا يقطع P وفق ماذا وفق مستقيم هذا مستقيم عطية لأو تسمية الدلتا يجب أن ماذا أن يكون N P يعني الشعاع الناظمي ل P لا يساوي K في N A B C هكذا حتى تفهموا جيدا يا أبناني كيف ذلك الآن معناه نأتي إلى N P N P اللي هو القيم المضربين في X والY والZ هنا كم لهي 1 وناقص 1 وناقص 1 وعندنا N A B C N A B C هي القيم كذلك ها هو إنها الواحد والY لا يوجد والZ هو الناقص 2 نلاحظ هل هم مرتبطان خطيا أم لا لاحظوا 1 تقسيم 1 كم إنه 1 وصفر تقسيم ناقص 1 كم إنه صفر هل وجدنا الكثابة لا نقول ومنه لا يوجد K وحيد أي ماذا أبنائي إذن هنا K أي أن N P لا يساوي K في N A B C نسبة إلى الشعاعات النظيمية المستوي A B C إذن نقول ومنه A A B C يقطع ماذا يقطع يقطع P وفق ماذا وفق دالط لهو المستقيم إذا سمينا هذا هو دالط الآن كيف يمكن أن نستخرج له التمثيل الوسيطي لاستخراج التمثيل الوسيطي الناتج عن تقاطع المستويان هنا ما علينا أبناء إلا أن نجلب ماذا إلا أن نجلب معادلة الأول ومعادلة الثاني ونقوم بتثبيت أحد المجهيل هنا عندنا ها هو الأول وعندنا ها هو الثاني دقيقوا أرجوكم حتى تعلموا ها هي أمامكم إلا أنه يعني يمكن أن نقوم بهذا ننقله إلى الطرف الآخر تصبح لنا X ناقص Y ناقص Z ناقص 7 يساوي الصفر و X ناقص 2 Z ناقص 11 يساوي الصفر لاحظوا هنا أبنائي يمكن أن نقول نضع Z يساوي ماذا يساوي T فتحة لا نسمي T لأن T أعطيناه إلى المستقيم الذي قبله لهو T ها هو أمامكم قد أعطينا لهذا T إذا نتفادى هذه الكلمة ونعطي له T فتحة أو بيطة أو ما أشبه ذلك ثم ماذا تصبح تصبح لنا هنا T فتحة وهنا T فتحة إذن نطاقا على هذا الأمر ماذا يصبح لنا X X مباشرة يصبح لنا يساوي لنا 2T فتحة زائد 11 يبقى لنا الإشكال الآن مع Y Y معنا نأتي بقيمة X هذه كليا ونعوضها في هذا الموضع فيبقى لنا المجهول الوحيد اللي هو Y فتصبح لنا هكذا 2T فتحة زائد 11 ناقص Y هكذا ناقص T ناقص 7 يساوي السفر لم أفعل شيء هنا T فتحة عذروني أنقل Y إلى الطرف الآخر لما أنقل Y إلى الطرف الآخر تصبح لنا Y تصبح لنا ماذا عندنا أولا هذا مع هذا يعطي لنا T فتحة لاحظوا جيدا وعندنا هذا مع هذا يعطي لنا زائد ماذا زائد أربعة مع زاد قلنا في الأول إنه T فتحة مع هذا T فتحة يا أبنائي إنه عدد أو وسيط حقيقي هذا هو التمثيل الوسيطي للمستقيم الناتج عن تقاطع هذين المستويات إلا أن يقول أحدكم يا أستاذ النتيجة التي وجدناها كيف يمكننا أن نتحقق في الباكالوري أنها صحيحة لأكد على أنها صحيحة لإذا كان عندنا هذا مستوي وهذا المستوي والمستقيم الناتج عليهما عنده شعاع توجيه فعلينا أن نجد هذا إذن E دالت يجب أن نحسبه سلمي ماذا E أم P أم P يجب أن نجده يساوي سفر و E دالت سلمي N A B C كذلك يجب أن نجده يساوي السفر وتعالوا نجرب E دالت هذا ما هو E دالت في حالتنا هذه هو ماذا هو القيم المضربة في التفتحة تصبحنا 2 و 1 و 1 تعالوا نجربها سلميا مع N P N P هو عنده 1 ناقص 1 و ناقص و عندنا ناقص 1 نضرب هذا في هذا كم تعطي لنا تعطي لنا 2 والآخر ناقص 1 ناقص 1 يساوي السفر إذن نحن على سواب تعالوا الآن نجرب مع N ABC الآن ABC لهو كم ها هم قيمه هما الواحد والصفر والناقص 2 هذا في هذا 2 صفر ناقص 2 تصبح لنا صفر إذن نحن على سواب النتائج التي تحصلنا عليها إنها نتائج صحيحة 100% فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال آخر ماذا قال قال أثبت أن المستقيمين T و دالط ليس من نفس المستوي كيف معنى ما معنى ذلك يعني كالتفسير بياني هنا في الشكل إذن عندنا هذا مستوي وعندنا مثلا مستوي آخر هو يعامده مثلا ليس بالضرر يعامده هكذا فعندنا مستقيم يكون في هذا الممكن ومستقيم يكون هنا يعني مهما هذا أكمل سير وهكذا لا يقطعه لأن كل واحد في جدار حتى تفهم وهذا ما معنى المستقيمين اللذان ليس من نفس المستوي إذن نكتب هنا البرهان أن دال طوتي ليس من نفس المستوي لاحظوا جيدا هنا نقول نحل هذه معدلة عندنا هنا لاحظوا عندنا هنا X نجعله يسوي X Y Y Z Z معنى تصبح لنا هكذا دقيق أرجوكم نأتي بهذه القيم هذه نضعها تساوي كليا تساوي قيم أخرى ما هي القيم الأخرى هي هذه أبناء دقيق وأرجوكم ونحل هذه المعادلة هذه نضعها هنا دقيق هكذا هكذا ونحل كيف تقول قاعدة نحل مثلا المعادلة هذه مثلا نترك هذه التي في الوسط للتحقق واتركوا أنتم ما شئتم يعني أنا أترك الأسهل حتى نتفاد الحسابات الكثيرة فقط ونترك هذه للتحقق لاحظوا ما معنى للتحقق الآن لو نجمع هذه مع هذه ماذا يحدث تصبح تصبح ناقص ت تصبح ناقص 2 مع 4 كم 2 تصبح لنا 2 يساوي وعندنا 3 ت مع ت يعني 3 ت فتحة مع ت كم فتحة كم تصبح لنا 3 ت فتحة إذن أعفوا 2 ت فتحة زائد ت فتحة تصبح لنا 3 ت فتحة زائد 11 أنقل هذا إلى هنا تصبح لنا كم ناقص 9 يساوي 3 فتحة ومنه ت فتحة يساوي ناقص 3 لم أفعل شيء أبنائي إنما تصبح لنا هذه تذهب إلى المقام تصبح ناقص 3 بعد ما حسب نا ت فتحة يمكن أن نعوذ في البسيطة نعوذ هنا في هذا المكان بقيمة ت فتصبح لنا ماذا تصبح لنا ناقص ت زائد 4 يساوي لنا ماذا يساوي ناقص 3 أنقل هذا إلى هنا وأنقل هذا إلى هنا تصبح لنا 3 زائد 4 يساوي ت ومنه ت يساوي كم يساوي لنا 7 الآن وجدنا ت وتي فتحة نأتي الآن لنتحقق في هذه إذا وجدنا المساوات العدد الذي نجده من هنا يساوي الذي من نفس المستوي أما إذا وجدنا مختلف من هنا والاختلاف من هنا عدد الذي نجده من هنا والذي نجده من هنا ليس متساوي فهما ليس من نفس المستوي ولكن سؤال قال أثبت أنهما ليس من نفس المستوي أكيد سوف نجدهم لا يتساوي هذه القيمتين تصبح لنا 5 في ت كم وجدنا في 7 زائد 8 هذه كم نجدها نصبح 35 35 زائد 8 التي هي 43 نأتي الجهات الأخرى كم وجدنا T فتحة وجدنا ناقص 3 زائد 4 تصبح تساوي كم 1 43 لا يساوي ماذا لا يساوي 1 أي هنا تناقض أي المستقيمان ضالط و T ليس من نفس من نفس المستوي أي هم من مستويان مختلفان مثل ما هنا أظهرت لكم هذا لوحده وهذا لوحده هذا من كيفية البرهان على أن مستقيمان ليس من نفس المستوي نحل أحد المعادلتين هذه ونترك واحدة مثلا للتحقق فنجد في هذه التي نترك للتحقق هي التي نجد في التناقض أن مستحيل واحد يساوي 43 واربعون فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الآخر قال وف قال نقطتين من الفضاء تحقق من أن وف من المستقيمين دالت وتي دقيقوا هنا جيدا قال دالت وتي معناه هو برهن يا أبنائي أن المستقيمين هذا ليس من نفس المستوي معناه واحدة تنتمي إلى واحد والأخر تنتمي إلى نفس المستقيم لا لأن مستقيم قلنا أن نوجد مستقيم في هذه الأمكن ومستقيم في هذا المكان يعني كل واحد له مستويه الخاص الذي يحويه دقيقوا هنا جيدا إذا قلنا هذا هو دالت وقلنا هذا هو ت فعند نا أولا لو نأتي ونعوذ هذه في قيمها هنا وهنا وهنا يجب أن نجد ماذا نفس لكن نجرب لم يحدد لنا بعد تعال نأتي الآن إلى ننطلق بالأولى بالدالتا بالدالتا نقول على أن نقطة تنتمي إلى مستقيم إذا وجدنا نفس الواسط تصبح لنا هنا الثلاث وهنا ماذا صفر وهنا ناقص أربعة يعني علينا أن نجرب فنجد هنا في هذه الحالة كم وجدنا ت ت يصبح لنا ناقص أربعة وهنا لو ننقل هذا إلى هنا يصبح لنا T فتح ت يساوي ناقص أربعة ومن هنا لو ننقل هذا تصبح لنا ناقص تمانية تصل لنا ناقص بما T فتح وحيد أي ماذا أي أن تنتمي إلى ظالط والأخرى بدون أن يعني حتى أننا لن تعب أتقل تحقق تعالوا كذلك بنفس الخطة أبنائي نأتي بالتمثيل الوسيطي للثاني ونعوذ بقيمة ماذا؟ بقيمة الأف ليس الأول لأننا أخذها دالتا الآن تصبح لنا هنا ناقص ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا ماذا؟ وهنا خمسة معناها لو نحسب هنا ماذا نجد؟ نجد قيمة الت تصبح لنا أنقل هذا إلى نصبح لنا ناقص واحد وهنا كم تصبح ناقص خمسة؟ على خمسة تصبح لنا تي يساوي ناقص واحد وهنا ننقل هذا منه تصبح لنا خمسة ناقص أربعة وهي واحد مع ناقص ثلاثة تصبح لنا تي يساوي ناقص واحد أي تي وحيد أي ماذا أبنائي؟ أي أن هذه النقطة أف تنتمي إلى المستقيم تي فقط يا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الآخر قال بيّن أن المستقيم أف عمودي على كل من دالتا وتي معناه نحن قلنا أنه ماذا؟ لاحظوا قلنا أنه أ تنتمي إلى دالتا أ تنتمي إلى دالتا معناه أ سوف تكون في هذا الموضع أ و أف تكون في هذا الموضع يريد مننا أن نثبت أن هذا المستقيم الذي يشمل هاتين النقطتين أف أن يكون عمودي على كل من عمودي هنا يشكل زاوية قائمة وهنا كذلك يشكل زاوية قائمة ما معنى؟ معنى يجب أن يكون عمودي على الشعاع التوجيه لـ دالتا ويكون عمودي على الشعاع التوجيه إذن هنا إذا سمينا هذا يكون كذلك عمودي على أ تي يجب على هذا إذن نقول البرهان أولا البرهان أن أ أف يُعامد ماذا؟ يُعامد دالتا و ماذا؟ و أ أف يُعامد ماذا؟ يُعامد تي إذن نقول أولا نأتي نقوم بحساب مركبات الشعاع اi f اi f لهي النهاية نقس البداية النهاية نقس البداية اذا اi f نأتب هنا f لهما نقس 3 و 3 و 5 نقس 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 احدثيات ماذا؟ احدثيات الأ احدثيات الأ هي الثلاثة والصفر والنها ت общемحينا ناقس 4 لم أفعل شيء ابنائي قلناً النهاية نقس البداية معنى هذه الاحدثيات ناقس هذه كتبنا ناقص ثلاثة ثلاثة خمسة وثلاثة وصفر وناقص ناقص تصبح لنا زائد أربعة تصبح لنا ناقص ستة وثلاثة وماذا وتسعة هذه مركبات أث ونأتي الآن إلى U دالتا U دالتا قد أعطيت لنا هي القيم المضروبة هنا في الوسيط تيفتها لهي كم؟ لهي إثنان وواحد وواحد تعالوا الآن نحسب الجداء السلامي بينهما لهو U دالتا سلامي ماذا؟ سلامي أف يصبح يساوي لا نقول يساوي سف بل نحسب فتصبح لنا هذا ناقص ستة في هذا كم؟ صبح لنا ناقص إثنى عشر ناقص إثنى عشر وهذا في هذا كم؟ صبح لنا ثلاثة وهذا في هذا كم؟ تسعة زائد تسعة يساوي السفر مباشرة أنه دالتا يصبح يعامد هذا مستقيم لهو U F عندنا كذلك U T لهو شعاع التوجيه للمستقيم T وهي القيم مضروبة في T يعني الوسيط T تصبح لنا واحد وخمسة وناقص واحد الآن وعندنا U F معروف أنا تصبح لنا U T سلامي U F كشعاع يصبح يساوي ماذا يساوي لنا؟ يصبح هذا في هذا كم؟ ناقص 6 وهذا في هذا كم؟ سوف نكتب ناقص 6 وعندنا ثلاثة في خمسة كم؟ خمسة عشر إذن نكتب هنا زائد خمسة عشر وعندنا تسعة في ناقص واحد تصبح لنا ناقص تسعة فتصبح لنا خمسة عشر ناقص خمسة عشر يساوي سفر ومنه ماذا؟ ومنه T يُعامد أ أف ومنه كليا ومنه أ أف كمستقيم عمودي عمودي على كل من ماذا؟ من ضالط و ت فقط يا أبنائي هذه هي القاعدة كافية معناه لا يمكن أن نقول عمودي على واحد منهما لا يجب أن يكون عمودي على الأول و الثاني فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائي نأتي إلى خامسة طو مجموعة النقاط من الفضاء بحيث أم أ سلامي أف أ اللي هو هذا الشعاع أف أ يساوينا ألفا حيث ألفا عدد حقيقي قال أوجد بدلالة ألفا معادلة دي كارتية لهذه المجموعة طو إذن نكتب هنا معادلة ماذا؟ طو طو هذه طو بدلالة ماذا؟ بدلالة ألفا معناه أبنائي هنا ما علينا إلا أن نستعمل جداء السلمين نجعله يساوينا كم ألفا فقط فهذا وسيط حقيقي فتصبح لنا هكذا الآن عندنا إحداثيها معروفة في الفضاء هي الـ X والـ Y والـ Z فتصبح لنا ماذا؟ النهاية نقص البداية النهاية نقص البداية بمعنى النهاية نقص البداية فنكتب هنا إحداثيات الأو هداثية الأو ها هي اللي هي ثلاثة وصفر وناقص أربعة هذه ناقص X ناقص Y ناقص Z هكذا سلمي EF E EF أو F E هنا رأنا أن نحن قمنا بحساب EF فيمكن أن نحسب العكس كذلك ركزوا جيدا أرجوكم حتى تعلموا إذا قلنا EF E تنطلق هنا النهاية نقص البداية يعني ما تصبح لنا أن نقتيب إحداثيات الأو فقط هي الأولى حتى تعلموا ثلاثة وصفر وناقص أربعة ناقص 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 إحداثيات الأف تصبح ناقص ناقص ثلاثة تصبح لنا زائد ثلاثة وعندنا كذلك تصبح لنا ناقص ثلاثة وناقص خمسة أكيد سوف تصبح هي أكيد هي العكس هذه الإشارة فقط يعني حتى لا تعبوا عقولكم تصبح لنا هي ستة وناقص ثلاثة وناقص تسعة لاحظوا لاحظتم يعني الأمر أصبح معكوس فقط فتصبح لنا ماذا تصبح لنا هنا ستة وناقص ثلاثة وناقص تسعة يسوينا كم؟ يسوينا ألفا لم أفعل شيء نطبق الآن خاصية الجداء السلمي كل سطر في أخه هذا في هذا ثم زائد هذا في هذا ثم هذا في هذا فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا أن ننشر مباشرة تصبح لنا ثمانية عشر ناقص ستة اكس لم أفعل شيء ثم هذا في هذا كم تصبح لنا ناقص صبح لنا زائد ثلاثة ثلاثة عفوا نكتب ثلاثة ايجراج ثم هذا في هذا كم تصبح لنا زائد ستة وثلاثون ثم هذا في هذا تصبح لنا زائد تسعة زاد يساوي لنا الفا يمكن الآن أن نرتب هذه الأمور فقط نحتاج إلى الترتيب نصبح لنا ناقص ستة اكس ثم زائد ثلاثة ايجراج ثم عندنا زائد تسعة زاد لم أفعل شيء ثم عندنا هذا لهو زائد كم عندنا هذا مع هذا لو نلاحظ جيدا ستة وثلاثون مع ماذا مع ثمانية عشر صبح لنا أربعة وخمسون لاحظوا قلت أربعة أربعة وخمسون ويمكن حتى هذا ننقوله إلى هنا ناقص الفا يصبح يساوي السفر هذا هو المطلوب الذي طلب مننا فقط يا أبنائي بعدما أنهينا هذه نسميها المجموعة نأتي مباشرة قال ثم استنتج أن نعطو مستوي أف شعاع ناظم له لاحظوا جيدا نقول هنا بما أنه إذن استنتاج أولا استنتاج أن هذه المجموعة هي مستوي المستوي ما هو يا أبنائي المستوي هو الذي يكتب من هذا الشكل A X زائد B Y زائد C Z زائد D يساوي السفر مع ماذا؟ مع X عفوا مع A A و A لا يساوي السفر و B لا يساوي السفر و C لا يساوي السفر في آن واحد يعني يمكن أن يكون واحد فيهما ما هذا مثلا يساوي السفر أو هذا لكن ينتأ كلهم مرة واحدة فلا يجوز بل لأن تصبح لنا هناك نقطة لاحظوا جيدا بما أن الناقص 6 لا يساوي السفر لهو كم؟ وهذا وعندنا الثلاثة لا يساوي السفر وعندنا التسعة لا يساوي كذلك السفر لاحظتم؟ يعني كل واحد منهما لا يساوي السفر وعندنا كذلك أبنائي لاحظوا هذا الأمر قد اتفقنا عليه بما أن نقول فإن شعاع شعاع الناظمي للمجموعة للمجموعة طو لا ينعدم بما أنه لا ينعدم فإن طو هي مستوين حتى ولو كانت هكذا X مثلا يساوي السفر هذا مستوي أبنائي شعاع الناظمي ما هو؟ شعاع الناظمي هذا هو واحد سفر سفر واحد سفر سفر معناه هذا الشعاع الناظمي اللي هو أن طو هذا أن طو ما هي مركباته؟ في مثالنا هذا هي الناقش الستة والثلاثة وماذا؟ والتسعة وهذه لا تساوي الشعاع المعدوم لاحظتم؟ هكذا أبني ثم قال وبين أن ماذا؟ وأن أف شعاع ناظمي له لو نلاحظ الآن إلى مركبات الأف ألاحظوا كيف هي هي ستة وناقص ثلاثة وناقص تسعة وهنا عندنا ناقص ستة وثلاثة وتسعين معكوسة لكن بما أن هذه هذه معادلة فيجوز يا أبني أن نقوم بضربها في ناقص واحد لأنها معادلة نقول نضرب المعادلة ما هي المعادلة؟ معادلة هذه التي إذا رمزنا لها رقم واحد في ماذا؟ في ناقص واحد فنجد فماذا نجد؟ نجد هكذا عكس الأمور فقط تصبح لنا ستة إكس ناقص ثلاثة إغراك ناقص تسعة زاد ناقص أربعة وخمسون زائد ألفا يساوي سفر فإن مركبات لهي الستة والناقص ثلاثة والناقص تسعة هذه مركبات أف يا أبنائي نقول ومنه أف أف شعاع ناظمي للمستوي ذو المعادلة ما هي المعادلة أبنائي؟ هي هذه المعادلة التي نحن قد وجدناها من قبل فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائنا تي لسؤال آخر قال عين قيمة ألفا حتى يكون طو هذا المستوي محوري للقطعة أف لاحظوا هنا جيدا سوف أريكم بالأشكال سوف تفهمون إذا قلنا أن القطعة أ أ هذه أ و أ أ يكون مستوي محوري إذا كان يشمل المنتصف إذا كان يشمل المنتصف هذه القطعة معناه يأتيكم هكذا كما أوضح في الرسم دقيق هكذا أبنائي يكون هذا المستوي طو معناه من الشرط أنه يجب أن يكون أن تكون ماذا أولا أن يكون هذا شعاع نظيم اللي هو أ وقد تحدثنا على هذا الأ انتهى أمره قلنا برهلناه ها هو أنه شعاع نظيم انتهى الأمر بقيت لنا أنه يجب أن يكون المنتصف إذا سميناه منتصف القطعة أ ينتمي إلى هذا المستوي المستوي الأحمر إذن نكتب هنا تعين أ أ أ حتى يكون طو ماذا مستوي محوار للقطعة ما هي القطعة أبنائي اللي هي أف أو أف مجرد قطعة الآن نقول حتى يكون طو محواري أو مستوي محواري للقطعة ما هي للقطعة أف أ يجب أن ماذا أن أن يشمل ماذا أن يشمل منتصف ماذا منتصف القطعة أ أ أو أ أ أ الذي الذي نسميه ماذا نسميه مثلا أ أول شيء يجب أما الشعاع النظيمي قد انتهى أمره انتهى أمره بما أنه كان الشعاع النظيمي هذا انتهى أمره يبقى لنا أنه يشمل منتصف فنقول X E يساوي الفاصلة زائد الفاصلة على 2 الفاصلة اللي هي هذه زائد هذه ثلاثة ناقص ثلاثة هذه زائد هذه ناقص ثلاثة زائد ثلاثة اللي هي صفر على 2 إنها صفر مباشرة عندنا ال-Y كم يساوينا نجمة صفر مع ثلاثة كم صفر وثلاثة كم إنها ثلاثة على اثنان إذن ثلاثة على اثنان زاد E يصبح يساوينا ماذا يساوينا كذلك هذا مع هذا خمسة ناقص أربعة كم واحد واحد على اثنان لأن المتصف دائما نقسم على اثنان ثم أبناء ما علينا إلا أن نقوم بجلب تلك المعادلة التي وجدناها ونعوذ فيبقى لنا المجهول من هو هو ألفا وانتهى الأمر ال-X كان صفر إذن نعوذ هنا بصفر هذه التذهب كليا ال-Y هو نعوذ هنا بثلاثة على اثنان والزاد نعوذ بواحد على اثنان ونحل هذه المعادلة ذات المجهول ألفا وهو المطلوب الذي نبحث عليه فصبح لنا ناقص تسعة على اثنان ناقص تسعة على اثنان ناقص أربعة وخمسون يساوينا ناقص ألفا دقيق أرجوكم تصبح لنا ناقص ثمانية عشر على اثنان هكذا ناقص كم ناقص أربعة وستون يساوي لنا ناقص ألفا هذا يذهب مع هذا تصبح لنا ناقص تسعة ناقص أربعة لاحظوا جيدا ناقص أربعة وستون يساوي ناقص ألفا لاحظوا هنا أبناء نقطة نقطة كيف تتم العملية ناقص أربعة وخمسون أعذروني هنا ناقص أربعة وخمسون سبحان الله أربعة وخمسون أربعة وخمسون فتصبح لنا كم هذه تعطي لكم ثلاثة وستون مع الناقص بحلنا ناقص ألفا يساوينا ناقص ثلاثة وستون ومنه ألفا يساوينا ثلاثة وستون هذه هي يا أبنائي قيمة ألفا التي تجعل ماذا هذه المعادلة هي معادلة المستوي المحوري للقطعة أف يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تسنى بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رخ أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته